وبسبب غلبة الأهواء بسبب غلبة الأهواء فإن بعض الناس إذا قريت عليه الأحاديث الواردة في الصلاة أقبل قلبه عليها وإذا قريت عليه الأحاديث المتعلقة بالصيام أقبل قلبه عليها وإذا قريت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة المتعلقة بالتعامل مع ولي الأمر نفر والسبب في ذلك غلبت الأهواء وإلا كيف يليق بمسلم أن ينفر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فالذي أمر بالصلاة وأمر بالصيام هو الذي أمر صلاة الله وسلامه عليه بطاعة ولي الأمر ولهذا بعض الناس ينفر وإذا وجد أحدا يقرأ الأحاديث المتعلقة بولي الأمر غضب وكره ذلك ولم يطق سماع ذلك والسبب غلبت الأهواء السبب غلبت الأهواء فالواجب على المسلم فيما يتعلق بالإنكار على ولي الأمر أن يقرأ الأحاديث الواردة في السنة في طريقة التعامل مع ولي الأمر يقرأها جيدا وفي ضوء تلك الأحاديث ينطلق فينطلق من السنة لا من الهواء ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة فإذا قرأ الأحاديث وفهمها وعرف دلالاتها وضبط هذا الأمر ونصح لولي الأمر في ضوء هذه الأحاديث آتت نصيحة أكلها وإن لم يفعل ذلك نعم قد يقال عنه بطل وقد يقال عنه جريء وقد يقال كذا لكن هذا لا يقدم ولا يفيد وإنما الذي يفيد الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ركزت عليه في بدء الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذا الباب أحاديث كثيرة ينبغي أن تقرأ وأن يعمل بمجموعها وبما دلت عليه أما أن يأخذ الإنسان حديثا فيعمله في غير بابه أو يفهم منه غير مراده ويعرض عن أحاديث صريحة واضحة مثل قوله عليه الصلاة والسلام من كانت له حاجة عند ذي سلطان فلا يبده حلانية فلا يبده علانية قال لا يبده علانية واضح وقوله ما ذكره السائل كلمة حق عند السلطان ما قال على المنبر قال عند السلطان فكيف تفهم الأحاديث يفهم الحديث على غير بابه ويعرض عن أحاديث أيضا في هذا الباب صحيحة ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فالإنسان تسعه السنة ويسعه ما وسع السلف الصالح رحمه الله فإما أن يقرأ السنة ويدعو بعلم أو يسكت بحلم لا أن يدخل مداخل في الإنكار وتكون تلك المداخل التي دخلها في الإنكار بعيدة عن الجادة قد يترتب عليها تحمله لأوزار وآثان في خاصة نفسه وفي من يقلدونه ويسلكون مسلكه في ذلك الطريق المجانب للسنة ترجمة نانسي قنقر